السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم راح نتكلم اليوم على موضوع ثاني في مادة الراديولوجي اللي هو مادة الأشعة راح نتكلم على الرادياشن سيفتي and protection كيف نحمي أنفسنا من الرادياشن اللي هو الأشعة So lecture objectives أهداف اللاكتور By the end of this lecture you should be able to know the following The goal of health physics نريد أن نعرف أهداف الصحة الجسدية Protection of patient during radiographic examination كيف تحمل المريض من الأشعة أثناء أخذ الأشعة Optimization Optimization means the ideal of anything Optimization يعني الشيء المثالي من أي شيء هنا أعطاني تعريف Optimization How to optimize the radiographic process to ensure a maximum dose reduction So the optimization The goal of optimization is to get a high residue by low what we called it dose So يعني الغرض من الoptimization أو شيء المثالي هذا إنه نحصل على صورة دقيقة أو بدقة حالية بكمية أشعة قليلة بجرعة قليلة من الأشعة So you will be able to office personnel برسولين لبروتكشن إحنا تكلمنا على البروتكشن for the patient يعني الحماية للمريض لكن كمانا رح نتكلم على الوفيس بورسينيل يعني الناس الموظفين Doctors, nurses, and healthers, and cleaners يعني المنظفين والدكاترة والممرضين وغيرهم رح نتكلم على البروتكشن كيف نحميهم من هذه الأشعة The goal of health physics is to prevent occurrence of deterministic effects and likelihood of static effects by minimizing the exposure of Here we're talking about the health physics means your body Okay, نتكلم على صحة الجسم The goal of health physics عشان الهدف من هذه الحماية الجسم is to prevent نحمي إيش The occurrence of نحمي من حدوث We have two effects We have something called deterministic effects اللي هو نسميها الأعراض المحددة أو المعروفة We have another thing called statistic effect اللي هي الأمر أو الأعراض نسميها العشوائية أوكي By minimizing the exposure of يعني إحنا نتجنب الأشعة هذه لها ضررين ضرر حتمي اللي هو deterministic effects يعني لابد أنه يحصل بسبب الدراسة اللي إحنا راح نتكلم عليها or statistic effects يعني أعراض عشوائية يعني ممكن تصيب أشخاص ممكن ما تصيب أشخاص تختلف من شخص إلى آخر تحدث من غير إحنا ما نعرف السبب الغرض من هذا إنه نحمي أنفسنا من هذه الأعراض عن طريق منيمايزنج تقليل The exposure of نقلل من التعرض إلى أولا Patient hearing radiographic examination نقلل تعرض المريض للأشعة أثناء عملية الفحص Also not only the patient also the office personnel موظفين المعمل أو منظفين المكتب هم كمان لازم يتم حمايتهم من هذه الأشعة All unnecessary Radiation exposure should be avoided بمعنى إنه جميع الأشعة الغير ضرورية يعني لابد من تجنبها يعني ما تطلب أشعة وإنت ما أنت محتاجها لما تطلب أشعة لمريض تطلبها when you need it So you don't request any radiographic image unless you need this radiographic image Although the risk involved with the dental radiograph is centrally small but no statistical basis exists to assume that it's zero As we know that's the risk involved with the dental radiograph يعني المشاكل أو المخاطر اللي تكون متبعة أو ناتجة من الدنطر راديغراف من الأشعة تبع الأسنان is certainly small يعني هي جدا قليلة لكن but no statistical basis يعني ما في أساسيات إحصائية exist موجودة to assume عشان تفرض أن هذه أصلا الأشعة أو أضرارها is zero يعني أشعة الأسنان فيها ضرر خفيف لكن ما في أي بحث يدل أن هذا الضرر يكون zero يعني ما فيها ضرر فيها ضرر بس خفيف first we will talk about protection of the patients so we will talk about الحماية للمريض first the decision to use a diagnostic راديغراف rest on يعني القرار اللي تم استخدامه علشان ناخد أشعة تشخيصية يعتمد على professional اللي هو guidance يعني الحكم أو حكم الدكتور نفسه الدكتور هو اللي بيحدد of its necessity يعني أهميتها وحاجتها for the benefits يعني أنا ما أصف أو أطلب أشعة إلا لما أكون أنا أحتاجها لمعرفة شي معين يكون فائدتها أكثر من ضررها so the benefits of the total health of the patient يعني الدكتور هو اللي قرر صحة هذا المريض أكثر من أنه تتعرض هذه للأشياء يعني بمعنى آخر أنه الفوائد أقل أو أكثر من أكثر من الأضرار للمريض بمعنى آخر بمعنى آخر بمعنى آخر بمعنى آخر يعني عشان كل ما تكون أنت أفهم أو أدرك للبوتنشيال ريسك للأعراض المحتملة of the radiation من الأشعة كل ما تكون أنت مدرك للأضرار هذه and its benefits كما تعرف فوائدها it is the first first step toward exposure and the dose reduction يعني هي أول خطوة لمعرفة آآ أنه أنت تعرض المريض أو أنت تتعرض كمان للأشعة وكمان dose reduction التقليل من الأشعة فأنت تعرف كل أشعة إش فوائدها وإش أضرارها patient selection when we say patient selection means how or who you will prescribe the radiograph or the radiograph image يعني أنت كيف مو كل مرضى تصف لهم كل ما يجيك مريض تقوله رح سوي أشعة لا لازم تختار أول عملية أو الخطوات اللي بتخليك تسوي الأشعة أولا Diagonistic radiograph should be used only after only after when we said only after so it's not the first guideline for you as a dentist or a doctor to prescribe or request a radiograph يعني ما هي من الخطوات الأولى أنك تصف أشعة للمريض أولا you must to get the history sheet history sheet ok history sheets means the cause or the reason for seeking the treatments يعني السبب ليش هو جايل عندك where is the pain how his feel what is its effects يعني إش هي أضرار إش أعراض هذه الظاهرة عليه يعني تسأل المريض هذه السببية history sheet أنك تسأل المريض عبارة عن أسئلة question and answer question from doctor answer from patient then the clinical examination clinical examination means the sign sorry what the doctor do for the patient to get some records for example يعني الأشياء اللي سوية الدكتور عشان يأخذ بعض الأرقام أو المعطيات مثل for example measuring the blood pressure measuring the temperature looking for the vital signs يعني أنه قياس الضغط قياس السكر قياس الحرارة أو أغراض هالثاني الفحص by sight by touch by visualization يعني الفحص اللي يكون بتن بالعين يعني يفتح فمك شهوف يمسك يلمس المكان زي كذا second or third what we said third is considerations of both dental and general health needs of the patient means يعني إحنا considerations أنه لازم نأخذ بعين الاعتبار both dental and general health needs of the patient لازم نضرب الأشعة لازم نعرف أو نحط في اعتبارنا صحة المريض فمويا وجسميا يعني يعني مثلا لو كانت امرأة حامل لازم نضرب حسابنا فيها لو كان إنسان عنده ضغط سكر يعني لازم تحط يعني في حسابك أو في بالك الجهتين الجسم والفم the second step is to use techniques and materials and equipment that optimize the radiographic process so we have a radiographic process عندنا عملية لأخذ الرadiograph عشان نأخذ الأشعة or radiation لازم استخدم techniques الطرق and the materials الأدوات and the equipment المعدات اللي تحقق لنا optimization اللي تحقق لنا الحل المثالي أو الطريقة المثالية لأخذ الأشعة ب reduction dose بجرعة قليلة من الأشعة عشان ما يضرر optimizing the radiographic process عشان يعني نأخذ radiographic process with low reductions is the best يعني هي أفضل طريقة to ensure maximum dose reduction maximum dose reduction so when you do the radiograph in optimized or ideal process you will get a clear and have a high residue pictures or image so that you don't require the patient to take another picture or other radiation to get another picture so you reduce the dose بمعنى أنه أنا نما أسوي صورة بطرق أو طريقة أخذ الصورة بطريقة صحيحة مثالية راح تعطيني صورة واضحة بدقة عالية وبهذا أنا ما أضطر أني أعيد أخذ الصورة بسبب مشكلة صارت فأنا نما أعيد أخذ صورة للمريض مرة ثانية في الأشعة هذه تزيد من كمية الجرعة وتزيد من الضرر لكن أنا بهذا الطريقة لما أسوي الـ reduction هنذا كذا أنا أقلل من كمية الجرعة لما أسويها بطريقة مثالية now we will talk about the receptor receptor selection we say that receptor is called also the film الفيلم هدك اللي تتمسكو في يدك برضو يسمى بالreceptor so we have the film and the receptor have the same meaning the basis of selecting the film or receptors have the same meaning should be obtain the maximum sensitivity sensitivity means the speed so when we take the film we obtain to reach maximum speed so we have a low speed and get a good picture يعني إحنا لما نختار الفيلم لازم نختار على sensitivity اللي هو speed حساسية السرعة فكل ما كانت أخذ الصورة بزمن أقل كل ما كانت أفضل فما يتعرض المريض لأشعة كبيرة لما نخفز the picture بزمن أقل بالحظة 현 أي لكي أثناء أو بعض قمن أقل د تظناء أقل لغة ر dissociation أي لكي أي لكي يعني الملد على العظم الإضام لديه كثيرا بالحظم لديه قليلا عظم لديه لديه تعليم يعني يعني هاي سبيد اعطينا صورة واضحة لشان تحقق لنا المهمة من التشخيص لذلك لدينا الانتراورال اميج ريكتر الانتراورال اميج ريكتر هاي سبيد اميج ريكتر يعبار عن افلام صغيرة تستخدم داخل الفم دينتل اكس ري فلم يعني الافلام هقل دينتل اكس ري هقل اسران محتاجين تسع ثواني عشان نعرض مساحة في الضرس او الطواحن عشان تعطينا صورة يعني محتاجين تسع ثواني هذا اللي اسمه دينتل اكس ري نحن لدينا أيضا سرعة مختلفة يعني لديها سرعات مختلفة يعني لديها سرعة مختلفة لديها سرعة مختلفة يعني تقاريبا تسعين مرة خمسين مرة أسرع So reduction from 9 reduced to 0.2 seconds So now we take a picture for maximum molar area By the group E film in 0.2 seconds يعني في أقل من 0.2 ثانية أو جزء من الثانية علشان نأخذ الصورة هذا في group E We have other group called group D film About 25 times faster يعني تقريبا 25 مرة أسرع Reduce from 9 to 0.4 seconds معناته هذا group D أبطى شوية من group E علشان كده السرعة فيه تقريبا 0.4 جزء من الثانية فكل ما يعني فيه يعني تطور وتأتي أنواع من الفيلم تساعدنا على هذا الشيء We have digital intraoral radiograph This is a new radiograph called digital intraoral radiograph Patient dose reduction of 60% compared with the E speed film and 77% compared to the D speed film may be achieved by using a direct digital intraoral radiograph So the goal of the digital intraoral radiograph is the dose reduction Okay So comparing the digital intraoral radiograph reduce about 60% compared to the E speed We have E speed film يعني ال E speed film هذا ينقص مثلا نقول 100% لكن عندما نستخدم الدجيتال هذه التقنية الجديدة الدجيتال تنقص 60% وتنقص كمان 77% مقارنة في ال D speed So the goal of the digital intraoral radiograph is to dose reduction MCQs Soal InshaAllah by the end of this course if you write these questions MCQs and concentrates the questions that I will put at the end of this course you will answer it by yourself InshaAllah بعد نهاية الكourse لو تتبع اللي أقول لك عليه راح ترح فوق 200 سؤال كلها راح تكون مركزة على MCQs هذه وشرح اللي أقوله Filtration We already talked about filtration We called about copper filtration I think and we say that filtration is for low energy photons So we have low energy photons which affect the patients We talked about that in the first lecture تكلمنا على هذه في المحاضرة الأولى إنه low energy photons تأثر في جسم الإنسان and absorbed mainly by the patient يتم تصغص عن طريق المريض وتأثر فيه and contribute nothing to the information of the film يعني هي أصلاً ما الهداعي في إنه تصنعنا للصورة داخل الفيلم اللي تصنعنا للصورة هي high energy photons اللي بتخترق العظم مثلاً وتسويه ريكورد on the film اللي تسجله في الفيلم لكن low energy photons لا يمكن اختراق العضاء لكن إنها تأثر في جسم الإنسان فإنها تأثير في جسم الإنسان فإنها لا تتعطي لا تتعطي information but it's have يعني problem so the purpose of the conventional filtration MCQs so the conventional filtration is to remove these low low energy X-ray photons selectively from the X-ray beam so as we said here the purpose the purpose of filtration is remove or reduction the low the low not the high the low energy x-ray photons when the x-ray beam is filtered when we so when do the filtration for the radiation with three millimeters of aluminium we said copper aluminum there is a copper aluminum I think on the first lecture we say that is full filtration or to reduce the low the low dose or the low photons low energy photons تكلمنا في المحاضرة السابقة انو في حاجة اسماء copper aluminum sorry not copper aluminum aluminum filter بيعمل بردكشن او يتم امتصاص اللو انيرجي فوتون فلو استخدمنا ثلاثة مليمتر من هذا الالمونيوم the surface exposure is reduced to about 20% of that without filtration يعني بمعنى انو اذا استخدمنا without filtration يكون مثلا التعرض للاشعة بنسبة لنقل مية في المية نما نسوي هذا الالمونيوم بمسافة ثلاثة مليمتر راح يصير بدل مية في المية راح يصير ايش 20% تعرضه كذا احنا حمينا من 80% من التعرض للاشعة الضارة so for example if we do the radiation without filtration it's like exposure by 100% of x-rays but when we use the aluminium by three millimeters that's mean we reduce 100% to 20% exposure so we delete or remove like 80% of the radiation safe for the patient we have the focal spot to the film distance the focal spot we talked about it and it's found on the anode تكلمنا عن focus spot هي منطقة كذا تكلمنا عنها تكون موجودة في الانود فالمنطقة هذه مسافتها مع مسافة الفيلم لازم تكون يعني ما تزيد تكلمنا عن 18 cm so the x-ray source the x-ray source and the skin distance must be must not be less than 80 cm so for example this is the for example this is the focal spot and like here is the end of the radiograph or the x-ray machine and like from here the source of x-ray till the skin like for the skin is here till the skin the distance must not be less than 18 cm so we have something called columnination columnination we said about a structure found on the x-ray machine called columnar and we say that columnar is used for a measure at a distance يعني تكلمنا على الكلمنار انو يستخدم لقياس مساحة جزء من موجود من ال x-ray machine من جهاز ال x-ray فالcolumination هنتكلم عليها هنا the tissue the tissue area the tissue area is exposed to the primary x-ray beam يعني يتعرض الى أشعة أولية should not should not should not should not the maximum coverage constant with the meeting of diagnostic requirements and clinical visibility بمعنى انو التعرض للأشعة لابد ان يكون للمنطقة فقط محددة للفحص يعني احاول قدر استطاع ان اصغر منطقة الفحص يعني مثلا اذا كان عندنا carries في سنة معينة ما في داعي اخذ السنة الثانية والسنة الثالثة السنة الرابعة لا احاول قدر استطاع ان اكون في المنطقة هذه بمعنى انو تسوي مقياس او حصر للأسر and this is one of msq's question واحد من أهم الأسئلة الممكن تجي we have something called leaded aprons and collars the gonates those resulting from oral radiograph is minimum means gonates is let's say the sexual organs العضاء الجنسية those الجرع اللي توصل لها or radiograph من أشعة الفم is minimum هي عادة قليلة however the use of leaded aprons attitude as as much as 98% of the scattered radiation to the gonates as we know that the radiation reached to the gonates are small and minimum but however however when we use the or radiation and we use something called leaded aprons is like a coat used to reduce the radiation about 98% scattered the radiation which will reach to the gonates يعني إذا استخدمنا هذا اللباس هذا هو يسمى leaded aprons استخدمناه نحن نعرف من الأشعة للأسنان ما مضرة في الأعضاء الجنسية يعني نسبتها قليلة جدا لكن إذا استخدمنا هذا اللباس فإننا نقل من الأشعة ووصولها إلى هذه الأعضاء بنسبة 98% أمدا أو لا فكرة كار thyroid color or thyroid cheese shields a similar argument can be made for thyroid shields and color which have been found to reduce the exposure of these glands by as much as 92% so also there is something called this is called thyroid color or thyroid cheese protect the thyroid gland عندنا الغدة الدرقية يتم حمايتها عن طريق هذا اللباس thyroid colors or thyroid cheese الدرق فيقلنا بنسبة 92% من الأشياء التي توصل لهذه الغدة leaded brown with thyroid color attachments يعني هذا leaded brown uh prone اللي هو يعني لا بكتب حاجة زكيدا و also a thyroid uh color يعني مع بعض جهين here we have the thyroid color uh for used when one is not attached to the leaded prone يعني هذا يستخدم الوحده من غير اللباس اللي كان موجود uh this and other information uh result in uh the uh decision that يعني كل هذه الأشياء اللي تكلمنا عليها قبل كذا والأدوات اللي استخدمنا عشان نسوي ال-reduction that we will talk what we already talked about the uh using of thyroid uh color or uh shields uh the uh what we called it uh leaded uh apron uh the reduction of the dose these all give us a decision okay قرار عطتنا قرار or radiograph examination were not were not أشعة الفم are not يعني ما هي contraindication ما هي مانع لاستخدامها على ال-pregnancy على المرأة الحامل so we can use the oral radiograph by these means uh for a pregnant woman it's not contraindication يعني ممكن نستخدم أشعة الفم وفقا للأشياء اللي تكلمنا عليها من الأدوات اللي استخدمناها للمرأة الحامل يعني كل هذه وصلنا لنتيجة هذه so however the decision to use the x-ray if the patient is pregnant is individual is an individual ones يعني بالنسبة للx-ray لأن المرأة الحامل هو عادة اعتمادا على كل شخص يعني له حال معينة so the patient should you be made aware of the benefits and the risks يعني المريض لا بد أن يكون عارف في الفوائد والأضرار specific intraoral radiograph for a good diagnosis you reduce the retake the radiograph so you reduce the dose بمعنى أنه كل ما تختار الطريقة أو التكنيك الصح في التشخيص هذا كل ما قللنا إعادة عمل الأشعة يعني فمنحتاج أشعة واحدة مثلا ما نحتاج اثنية ثلاثة في هذه الطريقة نحن نحن نقلل ال retake إعادة أخذ الصورة هذه نحن نسوي dose reduction نقلل من dose أو نقلل من الأشعة processing the film يعني process تبع الفيلم عملية الفيلم the properly exposed radiograph is of no value if it's all diagnostic information are lost as a result of poor processing procedures means that the properly exposure if you expose the patient in a good situation and if you reduce the x-ray beams it's not or have no value have no value because if this film at the end or as the result the final result lose its features because of the mistake during the film processing بمعنى إنه إحنا قد نقلل الأشعة قد نعرض المريض الأشعة بنسبة قليلة وقد قد إلى آخر بس بالنهاية طلعت لنا صورة ماء وعضحاء أو صورة فيها نسميها غبش أو ضبابية ما فيها وضوح وهذا تكون عادة مشكلة بسبب الفيلم processing عملية تحميض الصورة فصورة فصارت ما لها فائدة as a result of processing procedures يعني عملية الإجراءات التي تحدث في الفيلم فلازم نكون نقلل الأشعة وكمان نهتم كمان في عملية التحميض interpretation of the image كيف يتم تفسير الصورة راديوغرافيك image should be viewed under proper conditions to obtain maximum available information يعني بمعنى إنه إحنا نحاول نفسرها تحت ظروف ملائمة يعني مثلا تلاحظوا الدكتور يحطها قدام نور عشان يشوف الأشياء عشان تعطيه وضوح للمعلومات البهرة قداما فيعطي good diagnosis يعني يعطي خيس we talked about the production of the patient نتكلم عن حماية المريض الآن نتكلم عن حماية العمال the operator الدكتور نفسه can leave the room and take a position behind a suitable period during exposure of the films يعني عادة الدكتور أو هق الأشعة دكتور الأشعة ربما يغادر غرفة يعني يروح لغرفة ثانية أو take a position behind a suitable period يعني يكون خلف جدار معين من الرصاص علشان يقلل من الأشعة هذه من ضررها عليه the wall the wall must be must be of sufficient density or thickness لازم يكون فيه ثخانة و سماكة لازم يكون سميك يعني in most instance instance the dental office is not necessary to line the wall with the lead to meet these requirements يعني في معظم الحالات dental we say about dental الأشعة الأسنان يعني ما تحتاج أنه تغطى هذا الجدران بالليد بالرصاص هي عادة نضغطة بالرصاص لكن أشعة الأسنان يعني ما لازمة يعني عشان تحقق الظروف أو الشروط ما ضرورية لكن كل ما تسوي وكل ما يكون أحسن as we say that the dental radiograph have a minimum effect يعني كميتها قليلة جدا عشان كذا ما محتاجين الليد اللي هو الرصاص if leaving the room or the making use of some other barrier is impossible يعني إذا كان مستحيل أننا نغادر غرفة أو نسوي جدار position and distance rule is required MC cues which mean here if we don't put a wall between the patients and the radiograph machine and we can't go out of this room or it's impossible يعني مستحيل أننا نغادر غرفة أو نسوي جدار لازم تتبع القاعدة تبع position and the distance rule إشتقول هذا القاعدة the operator should stand at least 6 feet which mean 2 meters MC cues from the patients at the angle of 90 to 35 degree to the central of the X-ray beam MC cues as a question for example the distance the position and the distance rule is at least 6 feet or 2 millimetres from the patients and the angle of 90 and 135 degree يعني بمعنى أنه المسافة التي تكون بين المريض وال الدكتور تكون عادتها مسافة 6 أقدام أو بما يعادل 2 متر 2 متر at the angle يكون في زاوية 90 إلى 135 درجة فهذا مهم جدا كسؤال يعني إشه القاعدة هذه القاعدة تمس على أنه at least let's see pictures position and the distance rule we said that this is the patient and this is the x-ray machine and the patients are set in a place this is the center so you sit at 6 feet this is 6 feet this is the patient يعني جلس مسافة 6 feet and at the angle from the central beam we have this is 90 and this is the 135 degree so the patient must be between this distance or these angles like this other position for the patient this is the beam and this is the patient and this is the doctor 6 feet between a degree 90 degree to 135 so the patient must be here between these distances and the operator should never hold the film in the place يعني الدكتور لازم ما يحط أو يمسك الفيلم بيده أثناء عمل الأشعة لأنه في بعض الأشعة لازم تثبت في مكانها عن طريق شخص لكن تم ابتكار film holding instrument should be used في قطعة اسمها film holding راح نتشوف ها بعد شوية تستخدم لأنه تثبت الفيلم هذا في مكانه if it's difficult apparent or relative should be asked to hold the film in place if it's impossible to use the film holding instrument إذا كان مستحيل أن نستخدم هذا الجهاز أو القطعة التي تمسك الفيلم فلازم نخبر we told or we tell the parents of the patient or the relatives يعني نكلم لأبوين تبع المريض أو أقرب آه أن يمسك الفيلم why why we tell the parents and relatives of the patient not the doctor hold the film because the doctor have many patients so every time he take or hold the film in place means many patients means many exposure to the radiation mean high risk of the effects بمعنى أن الدكتور راح عنده أكثر من مريض فكل مرة يمسك المريض راح يتعرض هو عنده مرضى كثير فبيتعرض الأشياء أكثر فكذا هو يعرض للأضرار أكثر لكن إذا كان الأب أو أقرباء المريض فما عندهم الشخص هيتعرض عليها مرة واحدة فهي أصلا جدا قليلة ما راح يضرر وإحنا عندما نتكلم عن نظران نتكلم أنه هذا دكتور أشعة أو مخبري أشعة معناته أنه يتعرض باليوم ممكن لمية مع ذلك خمسة سنوات سبس سنوات حتى يحصل التأثير لكن نحن نتكلم من باب الاحتياط يعني عشان أفضل طريقة لنتأكد أنه هذول برسونال العمل يتبع أو أنظمة الحماية والوقاية عن طريق أنه نتابعهم ونعطيهم نصائح كمولي ريفير تو آز فيلم باقج يعني يتم استخدام فيلم باقج يعني عبارة عن نتكلم عليها بعد في المحاضرة القادمة تيجي يعني قطعة كذا مع بعض تساعدنا إنه رديوس the dose thanks for watching hope you understand the great benefits of these lectures share it to reframe and don't forget us of your praise don't forget like and share and subscribe and share the knowledge to your friends والسلام وختم